بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من كورس شوبيفاي دروب شبنج نتش القطط على قناة رامي عزت من فضلك لو انت مش جايب الكورس بالترتيب فرابط القائمة التشغيلية هتلاقي موجود ان شاء الله اسفل هذا الفيديو الفيديو ده عبارة عن حلول لمجموعة كبيرة من المشاكل هنربط مع بعض مطجر شوبيفاي الخاص بنا بالفيسبوك بيكسل هنفعل الدومين بتاعنا اللي هو عملناه على مطجر شوبيفاي على الفيسبوك بزنس مانجر بتاعنا كمان هنضع اللي هي مش هنقدر نعمل اي اعلانات بدونها هنحل المشاكل بتاعت التحديثات بتاعت كلها الخاصة بالمطجر بتاعنا فالفيديو ده ان شاء الله هيكون مفيد لك بشكل كبير جدا بعد كده من الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنبدأ ندرس مع بعض التسويق لكن ده امر لان طبعا انا عارف ان جزء كبير جدا بيعتمد فيه الاعلانات على الفيسبوك ادز وبالتالي الفيديو ده كان مهم كمقدمة للاعلانات ان انت بتربط كل الامور ويصبح خلاص بقى ان انت من الفيديو القادم ان شاء الله تقدر تعمل اول اعلان خاص بيك يلا بينا نبدأ مع بعض من خلال online store اضغط على preferences بعد كده تعالى هنا اضغط setup facebook ثم add sales channel بعد كده connect account ثم continue continue بعد كده هنسمح لشوبيفاي ان هو يعني يرتبط بيه حساب الفيسبوك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين الخطوة الاولى اه تمت ان هو تم ربط هنا الاكاونت الشخصي بتاعي الاكاونت الشخصي البرسونال اكاونت اللي هو اللي انت بتدردش به مع زميلك هنا تم ربطه به شوبيفاي اه بعد كده اه المفروض الاكاونت ده انا عامل به فيسبوك بيزنس منتجر طبعا انا شرح الحاجات دي تعملها ازاي في كورس print on demand فيعني ما شرحتهاش هنا عشان ما يبقاش شرح تكرار لو انت مش يعني مش عارف اكتب بس فيه الكومنتس وهنرد عليك ان شاء الله هو automatic ارى ان البرسونال اه اكاونت بتاعي مرتبط بحساب بيزنس فهبدأ اضغط على connect هو بيقولك هنا لو ما عندكش بيزنس منتجر تقدر تضغط على create new وتعمل حساب بيزنس منتجر خاص بيك هضغط connect بعد كده بيقولي هنا ان البيزنس منتجر بتاعي فيه اكتر من حساب اعلاني تمام انا خافي الاسماء لانها اسماء يعني اكتر من بيزنس مختلف انت اختار اه على حسب بقى لو انت عندك اد اكاونت واحد هتختاره لو ما عندكش اصلا هتلاقي تحت هنا create add account اضغط على create new وهتبدأ تعمل حساب جديد طيب انا هختار حساب من الحسابات الاعلانية الخاصة بي وهعمل connect بعد كده هيجيب لي الصفحات اللي انا ادمن فيها تمام انا عمل صفحة اسمها اي ادور مايكات هعمل عليها connect هيتم ربط متجر شو بي فاي بيها لو انت مش عندك اعمل create page وعادي يجي طبعا اعمل الصفحة ده اكيد كلكم بتعرفوا وتعملوا يعني لو مش عارف برضو سيب لنا comment بعد كده اعمل enable بحيث تسمح للفيسبوك ان هو يبدأ يعني يتعقب زوار اه متجرك بعد كده الامر الاخير ده يعني مش ضروري قوي بس انت لو هتشتغل داخل الولايات المتحدة فاختار اه اخر حاجة الشروط والاحكام تأكد ان كله كده اصبح صح طبعا زمان يا جماعة كنا بناخد الكود بتاع الفيسبوك بيكسل فقط الرقم بتاع الفيسبوك بيكسل تلاقي فتح لك كده هنا مربع تضع المربع بس الفيسبوك بيكسل ينتشر فيه جميع اه صفحات موقعك بشكل اوتوماتيك شو بي فاي بيوزعه بشكل اوتوماتيك كود في صفحة سان كيو بيتش كود الاتو كارد هنا كذا كذا لكن لا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين اصبح الامر اه يعني مختلف شوية تمام اه بعد كده هبدأ اعمل هنا اكسبت ثم بعد كده هروح الى الفيسبوك بيزنس سيتنج معلش هو شو بي فاي طوض الامور كلها لان قبل اعتقد عشرين سبتمبر عشرين عشرين تقريبا كده لو انا اتذكر التاريخ مظبوط كان مجرد بتاخد كود الفيسبوك بيكسل فقط وتروح تضعه داخل متجر شو بي فاي دلوقتي لأ احنا ربطنا الاول متجر شو بي فاي بالفيسبوك بتاعنا البروفايل والبيزنس والبيج وكل حاجة اه بعد كده بروح الى الاعدادات في الفيسبوك بيزنس سيتنج عندي واروح ليه الداة سورس واختار بيكسل بعد كده هعمل اد انا هسمي البيكسل عندي اه كات تست ثم بعد كده سيطب بيكسل ناو هختار اول واحدة اد كود يوزنج ابرتنر انتجريشن لان شو بي فاي عامل انتجريشن مع الفيسبوك هضغط على شو بي فاي اه بعد كده بيقول اللي هي الخطوات يا جماعة اللي احنا عملناها تمام فلو انت مكنتش عملتها لازم هيرجعك غصب عنك تعملها بعد كده بعد كده هضع هنا رابط الدومين بعد كده ارجع للفيسبوك وطبعا بيقول لي اكتيفيتية ان هو ما تقرأش الاكتيفيتية لان الفيسبوك بيقرأها يعني متأخر شوية تب بيقعد مسلا دقائق على ما يقرأها لكن انا اه هنا انا فتحت في جوجل كوروم ومن خلال طبعا الاكستنشن اللي هي فيسبوك بيكسل هلبر على جوجل كوروم اصبح لقيت ان الفيسبوك بيكسل عندي نشط وبالتالي خلاص الفيسبوك بيكسل كده موجود في المتجر بتاعي لما افتح منتج الاقي ان مع ال اصبح في يعني اتنين اكشن بي النسبالي شايفين جربت حتى اضغط على وبعدين افتح البيكسل هنا هلاقيه قاري بالفعل اللي هو وبالتالي خلاص كده الفيسبوك يقدر يقرأ يعني كل اي حدث او اي افنت يحدث او يحدث عفوا داخل المتجر بتاعي هاجي هنا خلاص هبدأ اعمل اه اكس انا عملت البيكسل معاكم اللي هو الكاد تيست فهاجي من هنا اد بيبل هبدأ اضيف الحساب بتاعي ان هو يتحكم في البيكسل ثم الساين ثم دان بعد كده هتوجه الى اه بيبل هدغط على اد اسس عشان اضيف البيكسل اللي احنا عملناه جديد اللي هو الكاد تيست بعد كده هنورهم ثم سيف تشينجس دان والتالي لما تنزل تحت على نقطة البيكسل هتلاقي الكاد تيست موجود اه في حاجة احنا نسيناها ان احنا لازم نروح لالبيكسلز لان طبعا هنا في اكتر من حساب اعلاني ومن حتى الحساب واحد يعني من خلال الفيسبوك بتاعك وبعدين اختار اللي احنا لسه عاملينه اللي هو كاد تيست ثم هضغط على هيبدأ يجيب لي اسماء الحسابات الاعلانية اللي انت عاملها هختار انا الحساب الاعلاني اللي انا حابب اعمل منه الاعلانات ثم اد ثم هروح لي بعد كده طبعا تفعيل ده هنعمله تاني مع بعض اللي هي التحدثات بتاعت القبل فما تقلقوش يعني بس انا اللي عاوز اقوله دلوقتي ان انا لما اجي اضغط هنا على كريت ثم كونفيرجم كونتينيو اي اسم واي بيانات انت تختارها بعد كده نيكست هتبدأ تلاقي ان المفروض البيكسل يكون بالفعل هو البيكسل عندنا متفعل اللي هو كاد تيست يقول لك ان هو لسه ما يعني ما تثبتش وبالتالي لازم تروح لما تيجي هنا على هيقول لك انك يعني ما تقدرش يعني تشغله فلازم تروح لي هروح هضغط على ثم ثم اد بعد كده هتنسخ هنا اسم اه بتاعك من غير الامتدادات اللي هي او اي حاجة لاقي الدومين على طول دوت كوم كده ثم اد كده انا ضفت الدومين بتاعي على الفيسبوك بس الدومين مش مفعل تمام كده المفروض ان احنا ضفنا الدومين بتاعنا على الفيسبوك بس لازم نفعله عشان نقول الفيسبوك ان الدومين ده بتاعي لان ما هالطريقة دي اي حد يقدر يعمل اد ويضيف الدومين بتاعي صح? فعندك تلات طرق للتفعيل يا اما ان انت ترفع على على المتجر بتاعك افضل حاجة مع شوبي فاي هي الدي ان اس تكست. اه هتيجي يقول لك ضع هذا الكود في هعمل كوبي تمام? لكلام اللي مكتوب هنا ده اضغط بس عليه وهو هتعمل له كوبي اوتوماتيك. ثم اذهب الى لوحة تحكم اه متجرك واختار من اختار دومينز. بعد كده ده الدومين اه بتاعي اضغط عليه. ثم اضغط هنا دي ان اس سيتنج. افتح السهم هنا واختار تيكست ريكورد. ضع الكود هنا. وتحت تحت التكست فاليو. والنام اعمله الساين اللي هي ات. ثم كونفيرم. هيطلع لك رسالة ان الدي ان اس تم اه يعني تسجيله بنجاح. اه لفروض دلوقتي نروح للفيسبوك بيكسل نعمل فيريفاي تمام? بس قبلها حاول تستنى يعني من دقيقة الى دقيقتين. وتعمل اه يعني رفريش للمتجر بتاعك. وتعمل رفريش للصفحة الرئيسية الخاصة بمتجرك. اه برضو من هنا في الفيسبوك اه يعني بيزنس مانجر اعمل رفريش. شايفين هنا انا اصدت ان انا يعني اضغط سريعا على اله بحيس ان انت تعرف ان التفعيل هنا ما تمش ولكن انت لازم تعرف انك لازم تستنى يعني دقائق قليلة. فبعد ثلاث اربع دقائق هاقفل فيديو وارجع لحضراتكم بتاني. زي ما حضراتكم شايفين بعد ثلاث اربع دقائق ما كملتش حتى ثلاث اربع دقائق. ثم ضغطت على آآ يعني آآ فريفاي قال لي خلاص ان الدومين تم تفعيله. ثم هبدأ اعمل بعد كده خلاص هاقفل الصفحة دي. هرجع لي الصفحة اللي قبلها اللي كنت المفروض اضيف لان الدومين مش ظاهر هنا. هبدأ اعمل زي ما حضراتكم شايفين المتجر بدأ ان هو آآ او عفوا ان الدومين عندي بدأ يظهر. هضغط على السهم هنا ثم ثم بعد كده هضغط على اد ايفنت ليا اه ايت ايفنت في الدومين الواحد. من هنا هختار البكسل الخاص بهذا الدومين. ثم اختار انت طبقا للبريوريتي بتاعتك. تمام? انا هختار طبعا بيرشز هي اهم حاجة لان ده متجر تجارة اه الكترونية. هنا فاليو لو انا عاوز احدد قيمة العميل اللي اشترى بيكون كام. لكن لان انا مش حد مش عامل لمنتج معين فمش يعني فما تعملهاش من هنا يعني. ثم اد ايفنت. دايما اختار الخطوة دي سبتا انت بتختار فيها اسم البكسل. تمام? هنا الاحداث بتاعتك. هختار انا اه اد بايمنت انفو. اد ايفنت تاني. هختار اد تو كارت. هختار فيو كونتنت. انا عاوز اسحب مسلا اهم عندي من فيو كونتنت. فهبدأ ان انا اسحبها بالشكل كده. تمام? بحيس يبقى فوق اعلى حاجة انت محتاجها في المتجر بتاعك وتحت اقل حاجة انت اه مركز عليها. طبعا كملهم لتمانية ما تكملهمش لتمانية الامر بيرجع عليك. المهم هنا عشان هي دي اللي انت هتقدر تعمل حملة اعلانية لهذا الهدف. تمام? ثم 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 بعد كده اوكي. هلاقي خلاص هنا ان الدومين بتاعي اصبح موجود. والدومين فعلنا مع بعض باستخدام وكمان اصبح في اقدر اعمل عليهم حملات اعلانية. هرجع الى عندي. هبدأ اعمل هلاحز هنا ان اقدر ان انا اختار اه اه اقدر اختار اختار اه 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 اختار انا طبعا دول الخمسة اللي انا اخترتهم في الاول. تمام? ودول هتلاقيهم يعني لونهم ابيض كده ما اقدرش اختارهم. ليه? الحاجة اللي انا محتاج اعمل عليها اعلان. مسلا هدفه اه دونات هدفه فايند لوكيشن هدفه ايا كان الهدف بتاعك لازم تروح تضيفه في الايفنت. فالحاجة اللي مسموح لي ان انا اعمل الاعلان عليها هم الخمسة اللي محتوطين بالفعل في اه اللي انا وضعتهم يعني في الايفنت. هختار انا عشان ابدأ اعمل حملة اعلانية الهدف بتاعها يكون الشراء. تمام? طبعا البيكسل محتاج بس زي ما قلنا دقائق قليلة ويكون يعني مفاعل بنسبة مية اه في المية. كده احنا هيئنا الاعلانات بتاعتنا في الفيسبوك عملنا معلشة الخطوات طويلة بس هي يعني بتتعمل مرة واحدة. فامشي معي الخطوات انت وقفا الفيديو برحتك بقى عيدي عيدي. اه انا كنت ناوي اكمل اشرح الاعلانات بس لا اخلي الاعلانات الفيديو الجاي بحيس نبقى ماشيين خطوة خطوة مع بعض. القوكم ان شاء الله في الفيديو القادم كان معكم اخوكم رامي عزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.